رفعت دعوة قضائية ضد شركة سبوتيفاي العملاقة في مجال البث التضفقي الموسيقي أمام محكمة فدرالية أمريكية بتهمة التخلف عن دفع مبالغ مقدرة بملايين الدولارات لمؤلفي الأغاني والملحنين والناشرين لقاء بث أعمالهم عبر المنصة ورفعت هذه الدعوة القضائية ضد الفرع الأمريكي من الشركة السويدية في نيويورك من جانب تجمع يحمل اسم MLC وهي منظمة غير ربحية تجمع وتوزع الإتوات المستحقة من خدمات البث الموسيقي وجاء في الدعوة أن سبوتيفاي في الأول من آذار مارس ومن دون إشعار مسبق أعادت تصنيف خدمات الاشتراك المدفوعة ما أدى إلى انقفاض بنسبة 50% تقريبا في المدفوعات المرتبطة بحقوق الملكية لمنظمة MLC وبحسب MLC أعادت سبوتيفاي تصنيف خططها للاشتراكات بالباقات المميزة الفردية والثنائية والعائلية لتصبح عروض اشتراكات مجمعة باندل سبسكريبشن أوفرينغز نظرا لأنها باتت تتضمن كتوبا صوتية وفي شباط فبراير أعلنت سبوتيفاي أنها دفعت 9 مليارات دولار للموسيقيين والناشرين العام الماضي ذهب نصفها تقريبا إلى ثنانين مستقلين